السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم السفهام عام من أبرز المشاكل التي تواجهنا في مجال أمازون كدبي هو التعديل على ملفات البيدائف بحيث أن البعض منا يستطيع الحصول على محتويات جائزة من عدة منصات كبوكبولت كرياتيف فابريكا وحتى من بعض الأصدقاء أو المجموعات الفيسبوكية لكن تواجهنا بعض المشاكل بحيث لا يمكننا رفعها مباشرة دون أن نعدل عليها وأن نضيف لمستنا على هذه المحتويات وفي بعض الأحيان يكون التعديل على هذه الملفات صعب جدا حتى على المحترفين ويستغرق الكثير الكثير من الوقت والجهد لكن بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع الرائع الذي سنشرح لكم اليوم سنحل هذا المشكل في وقت وجيز وبجهد أقل بكثير إذن تابعوا معي إخواني الشرح الكامل لهذا الموقع والمميزات الرائبة التي يقدمها لنا إذن الموقع هو سجدة نقوم بالذهاب إلى جوجل ثم نقوم بكتابة سجدة بهذه الطريقة ثم بحث ونختار الموقع الأول الذي يظهر لنا هنا ثم عند الدخول هذه هي واجهة البرنامج هنا يظهر لي الموقع جميع الميزات التي يقدمها لنا مجانا فهذا الموقع كما قلت لكم رهيب ورهيب جدا قمت بالحصول عليه صدفة بعد البحث في موقع جوجل وهنا نجد إخواني فهذا الموقع يمكننا من تصغير الملفات الخاصة بنا فكما تعلمون في بعض الأحيان عند رفع كتابنا في أمازون كيديبي يقوم أمازون برفض الكتاب بدعوة أن الحجم كبير جدا لذلك من واجه هذا المشكل فليأتي إلى هذه الخانة ثم يدخل ويضع الملف الخاص به ويقوم بتحويله وسوف يكون أقل حجما من الملف الذي قمتم برفعه ثم هنا بعض الميزات لن أتطرق لها كثيرا لأنها ميزات كثيرة وكثيرة جدا لا يسعنا شرحها في هذا الفيديو ثم هنا تجدون تحويل من PDF إلى Excel أو JPG أو PowerPoint مجموعة كبيرة ومهمة لنا كأشخاص نشتغل في أمازون كيديبي أو الدزاين على العموم إذن هنا ما يهمنا هو Edit التعديل على الملفات نقوم بالدخول هنا ثم هنا نقوم بأخذ ملف PDF الذي نريد أن نعدل عليه إن كنا نرفعه على Google Drive نقوم باستخراجه من هنا أم من أي مكان من هذه الأماكن يمكن استخراجه أما إن كان في الحاسوب فيكفينا الضغط على هنا ثم نقوم باختيار الملف الذي نريد اختياره ثم أبغيغ ننتظر قليلا إذن هنا PDF الخاص بنا قمنا بتحميله على الموقع بجميع الصفحات ثم يمكننا الاتجاه إلى أي صفحة نريد التعديل عليها بحيدا وهذا هو المميز في هذا الموقع إذن من هنا نتحكم في الصفحة إما بتكبيرها أو تصغيرها حسب الحاجة وهنا مجموعة من المميزات التي تسهل علينا التعديل على هذه الصور فمثلا من هنا نختار يعني التكست إن أردنا أن نكتب شيئا ما مثلا فلاحظوا معي إخواني يمكننا التعديل على هذا الكتاب وإضافة أي شيء نريد إضافته أو إزالة أي شيء وهنا بعض الأشياء التي يمكن الاستفادة منها داخل هذا الPDF أو إضافة صفحة جديدة مثلا من هنا فانظروا معي لقد أضفنا الصفحة جديدة في بعض الأحيال نحتاج أن نضيف هذه الصفحة الفارغة بين كل صفحة وصفحة مثلا في كتب التلوين خصوصا لذلك فمن هنا تقومون بإضافة الصفحة التي تريدون إضافتها ومن هنا يمكنكم كذلك أن تضيفوا يعني صورة خاصة لحيوان أو أي شيء آخر تريدونه عن طريق اختيار هذه الأيقونة ثم مثلا سأختار هذه الصورة وهي الصورة حملت معنا بكل سهلة هنا أختار القياس الخاص بها وهنا أضفت لنا الصورة بكل سهلة كذلك من هنا يمكننا أن نقوم بمسح أي شيء من الصور فمثلا سأختار هذه النقطة أريد أن أزيلها فأختار هكذا لاحظوا معي إخواني إذن هذا الخط قد مسح بالكامل وهذا كذلك إذن هذه هي الأدات التي تزيل أي خط أو صورة نريد إزالتها بضغطة بسيطة إخواني ومن هنا نقوم بالتعديل على التكست الكتابة إما بوضع خط أسفلها أو اختيار لون آخر لها فمثلا سأختار هنا لاحظوا معي إخواني هنا أي لون أريده وهنا كذلك أي نوع من الخطوط أريد أن أستعمل وهنا كذلك إيطاليك وهنا خط واضح إذن هذه خاصة بالخطوط وهنا خاصة بإضافة يعني مربع أو مستطيل أو يعني أي شكل نريد إضافته إلى هذه الصورة مثلا أضيف مربع بهذا الشكل وأتحكم في هذا المربع في اللون وكذلك في السمك ومن هنا إن أردت إزالت هذا المربع الذي قمت بتحديدي سابقا إذن إخواني هذا هو الموقع لا أريد أن أطيل فيه لكن المهم هو أنني قدمت لكم موقع رائع جدا يمكنكم استكشاف هذه الميزات وحدكم لأن الوقت لا يسعنا كما أقول دائما وختما إخواني أريد منكم بعض التشجيع لأن الإعجابات التي تقومنا بوضع على هذه الفيديوهات الخاصة بنا تدعمنا وتعطينا المزيد من الشحنة لنقدم لكم ما هو أفضل دائما وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لأن هناك فيديوهات حصرية قادمة ستفيدكم إن شاء الله